مساء الخير على جمهورنا الكريم في كل مكان سنة سعيدة عليكم النهاردة أول حلقات عشرين اتنين وعشرين عام بنتمنى أنه يكون سعيد على حضراتكم جميعا وعلى بلدنا الحبيبة مصر وعلى ندينا الغالي نادي الزمالك وعلى جماهرنا وشعبنا الكريم النهاردة بداية السنة بداية مش عادية هنتكلم فيه كرة القدم بشكل خاص جدا عندنا حكتين مهمين جدا عايزين نتكلم فيهم النهاردة أول حاجة عايزين نتكلم فيها هي منتخبنا الوطني تاني حاجة هنتكلم فيها طبعا هو زمالك ندينا الحبيب لكن نبدأ بمنتخبنا الوطني واستعدادات منتخبنا لكأس الأمم الأفريقية بكرة المنتخب هيرجع تاني يستأنف تدريباته استعدادا للبطولة وعلى يوم 4 يناير هيكون المنتخب كامل العدد لمطشاطه الجاية في أمم أفريقيا وده بعد انتظام المحترفين زي محمد صلاح والنيني والتريزيجي ومصطفى محمد وأحمد حجازي وسبقهم بالفعل عمر مرموش منتخبنا بدأ فعلا أنه هو يدرس منتخب نيجيريا كيروش عامل غرفة عمل للنصور الخضر وده بداية كويسة جدا من جانب المدرب وده كنا اتكلمنا عليه الفترة الأخيرة أنك لازم تدرس المنتخب اللي انت هتلعبه دراستك للمنتخب اللي انت هتلعبه وتدرس إيجابياته وسلبياته وده بيخليك تركز في خطتك كويس جدا وعارف هتعمل ايه بالزبط وتتجنب وتتفادى الأخطاء زي مثلا أن انت بتبدأ المطشاط بشكل مش قلطف حاجة فتبتدي أن انت تعالج مشاكلك لما تعرف المنتخب اللي قدامك بيلعب بأني طريقة فوقتها انت لما عندك المعلامات الكافية بتعرف انت هتلعب ازاي وده بيخليك تتفادى انك انت متحققش النجاح كرواش استقر بشكل مبدئي على 90% من تشكيلة المباراة الأولى في 11 يناير زي محمد الشناوي في حراسة المرمة الوينش أحمد حجازي في الدفاع أكرم توفيق أحمد فتوح في الظاهرين محمد النني وعبدالله السعيد ومرموش وصلاح في خط الوسط ومصطفى محمد في الهجوم لسه باقي الأماكن هننتظر موقف عمر السلية وكمان موقف تريزيجي الأول مصاب والتاني راجع من إصابة قوية كله نتمنى ان كارلس كيروش نوم ما يتعبناش معاه وانه نركز في البطولة دي كويس جدا وانه كفاية الغاز لازم يبقى فيه هيكل أساسي للمنتخب والتغيير يكون فيه أدية الحدود من النهاردة لازم يبقى احنا كجماهير شعرنا هو دعم المنتخب الوطني حتى انطلاق بطولة أمم أفريقيا وحلم النجمة التمنى يتحقق إن شاء الله في 6 فبراير دي نتكلم حاجة تانية وهي كأس الربطة ده حاجة تانية كان لازم إن احنا نتكلم فيها ربطة الأندية دشنة بطولة جديدة اسمها كأس الربطة البطولة دي هتنطلق خلال أيام وهي بطولة ودية يعني بالنسبة لي الجماهير هي بطولة ودية لكن بالنسبة لنا احنا في الزمالك احنا بنلعبش بطولة ودية دي بطولة رسمية ولازم نحطها في اعتبارنا الزمالك طبعا هيعاني من غيابات كبيرة وده بسبب إن الدوليين في المنتخب وكمان منتخب التونسي يعني عندنا غيابات نجمنا في منتخب تونس ومنتخبنا الوطني عندنا غياب زي الوينش وعندنا مزيزو كمان غايب وعندنا بوجبل وعندنا فتوح وعندنا إمام عشور ومحمود علاء والليجزيري والمسلوس طبعا كل التوفيق ليهم إن شاء الله مع المنتخب الوطني وإيه المنتخب التونسي لكن عندنا وده اللي بيميز نادي الزمالك إن احنا عندنا قوام تاني عندنا فريق تاني والحيان هو فريق مرعب عندنا من شارئين عندنا شيكبالة واللي هتنتهي فترة إقاف وهينجع تاني ينور الملاعب طرق حامد أوباما مصطفى فاتحي اللي هو متقلق بشكل كبير جدا فيه كل الجوالات اللي فاتت من الدوري وكمان مع المنتخب الوطني ويه محمد عبدالغاني وحازم إمام وعبد الشافي وكمان عود ده غير مجموعة اللاعبين الوعدين هنا بقى كارتيرون لازم يتعامل مع كأس الربطة على إن هي بطولة رسمية مش بطولة ودية ولا هي مجرد محطة من محطات الإعداد للدوري لما يرجع أو دوري أبطال الأفريقية ودور المجموعات الزمالك هيلعب خمس مطشط على الأقل فيه كأس الربطة مطلوب مننا إن احنا نتصدر المجموعة ونتأهل لدور الأربعة خطوة أولى للمنافسة على الكأس ودور الأربعة والنهائي محدد له بشكل مبدئي إن هو في يونيو هتكون صفوفنا اكتملت ولازم نتعامل مع المطشط بكل جدية ولازم نحط في اعتبارنا إننا أمام بطولة صعبة جدا 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 هي مش مجرد بطولة ودية كل التوفيق طبعا لندينة الزمالك فيه كأس الربطة وننهي موسم 2021 و2022 بأكبر عدد من الألقاب زي الدوري وأبطال أفريقيا وكاس مصر كمان كاس الربطة هي دي قيمة نادي الزمالك إن شاء الله سنة 22 تبقى سنة والشاء حلوة علينا وفعلا نحقق مش بس على مستوى كرة القدم ولكن على جميع الألعاب إن شاء الله إن شاء الله السنة دي بقى الشاعة حلوة علينا وناخد الدوري ونفرح ونتبسط وناخد كمان كاس الربطة ونحقق مزيد من البطولات وإن شاء الله يبقى عام نادي الزمالك وجماهير نادي الزمالك وكلنا نفرح ترجمة نانسي قنقر